مازلنا في الوحدة الخامسة نظام تكاليف المراحل الانتاجية والآن نتكلم عن التالف في المراحل الانتاجية يلاحظ أثناء التشغيل بالمرحلة أنه بيجرى فحص للانتاج لفصل واستبعاد الوحدات التالفة عن الوحدات الجيدة حيث يتم تقسيم الانتاج إلى انتاج سليم جيد مطابق للمواصفات فانتاج سليم جيد مطابق للمواصفات انتاج مفقود أو به عيوب وغير مطابق للمواصفات ويصنف إلى فاقد تالف عادة تشغيل خردة انكماش يبقى ممكن تكون يصنف وحدات مفقودة فقدت وحدات تلفت وحدات قررنا إعادة تشغيلها مرة أخرى لإصلاح ما بها من عيوب وحدات تخردت بقى خردة ملهاش قيمة وحدات انكمشت ونقصت ويقسم الانتاج الفاقد أو التالف أو عادي التشغيل إلى طبيعي أو مسموح به أو عادي يبقى ممكن يكون فاقد أو التالف أو عادي التشغيل يعني ممكن نقول فاقد طبيعي أو فاقد مسموح به أو فاقد عادي التالف نفس حكاية ممكن نقول تالف طبيعي ممكن نسميه تالف مسموح به ممكن نسميه تالف عادي عادي التشغيل أيضا ممكن نقول عليه عادي التشغيل طبيعي أو نسميه عادي التشغيل مسموح به أو نسميه عادي التشغيل عادي يبقى كلمة طبيعي تساوي كلمة مسموح به تساوي كلمة عادي ده التصنيف الاول للفاقد والتالف واعادة التشغيل التصنيف الثاني اللي يسمى غير طبيعي او غير مسموح به او غير عادي عند الفحص يقسم الانتاج الى انتاج جيد انتاج معي يبقى احنا بنفحص الانتاج في المرحلة ممكن نسميه نلاقي الانتاج ده نوعه انتاج جيد سليم مفيش فيه عيوب انتاج معيب فيه عيوب الانتاج السليم مفيش مشاكل فيه الجيد المشكلة في الانتاج المعيب يصنف الى فاقد تالف اعادة تشغيل خردة انكماش الفاقد تعريف الفاقد هي وحدات فقدت اثناء التشغيل ولم يعد لها وجود حاجة مش موجودة وتقسم طبيعي الى طبيعي وغير طبيعي ده الفاقد اللي ما عادش ليه وجود ليس له وجود يبقى الفاقد هنا معنى ايه؟ ليس له وجود فقد التالف هي وحدات تلفت اثناء التشغيل وتباع بعيوبها او لا يكون لها قيمة ايه؟ بقى ايه؟ يعني الوحدات اللي تلفت دي ممكن نباحها بمبلغ قليل او مينفحش تتباع خلاص تتراميه؟ وبنقسمها الى تالف طبيعي وتالف غير طبيعي اعادة التشغيل هي وحدات تلفت اثناء التشغيل ويعاد تشغيلها لاصلاح ما بها من عيوب يبقى اعادة تشغيل دي هي في الاصل وحدات تلفت بس بدل منباحها او نرميها اذا كان لها قيمة بعيه او ملا ملهاش لا ممكن قررنا الادارة الشركة قررت ان نتعيد تشغيلها مرة تانية لاصلاح ما بها من عيوب وتلحقها بالوحدات الجيدة السليمة وبرضو اعادة التشغيل هنا يقسم الى طبيعي او غير طبيعي الخردة هي وحدات تم تخريتها وتباع كخردة او لا يكون لها قيمة باهية قد يكون فيه تشابه ما بين الخردة وما بين التالف الانكماش هي وحدات نقصت اثناء التشغيل ولم يعود لها وجود قد يكون فيه تشابه ما بين الانكماش وما بين الفاقد لو احنا مسكنا اي شيء طبيعي سواء الفاقد الطبيعي او التالف الطبيعي او اعادة التشغيل الطبيعي كل ما هو طبيعي كلمة طبيعي نعرفه ان هو ايه يحدث نتيجة طبيعة العمليات الصنعية ويعتبر جزء من تكليف الانتاج الجيد يحمل عليه يبقى فاقد طبيعي او تالف طبيعي او اعادة التشغيل الطبيعي طالما طبيعي بيكون ده تعريفه ان هو حدث نتيجة طبيعة العمليات الصنعية وبنعتبر جزء من تكليف الانتاج الجيد يعني تكلفة الفاقد او التالف او اعادة التشغيل الطبيعي تحسب وتحمل على الانتاج الجيد السليم نشوف كده بالنسبة لي النوع التاني كل ما هو غير طبيعي سواء فاقد غير طبيعي او تالف غير طبيعي او اعادة التشغيل غير طبيعي كل ما هو غير طبيعي يعرف على انه ذلك الايه الفاقد او التالف او اعادة التشغيل اللي بيحدث لاسباب غير عادية ويمثل ما زاد عن النسبة المسموح بها يمثل ما زاد عن النسبة المسموح بها ويعتبر تكاليف صناعية غير مباشرة ولا يحمل على الانتاج الجيد ولا يحمل على الانتاج الجيد بل يظهر في بند مستقل بل يظهر في بند مستقل يبدو الوقت يعني ايه معنى كلمة ما زاد عن النسبة المسموح بها نفترض ان النسبة المسموح بها للتالف النسبة وان النسبة المسموح بها للتالف كانت 7% وان التالف الذي حدث فعلا الذي حدث نثبته 9% يبقى التسعة في المية ده هي لما نقسمها نقول فيه 7% طبيعي او مسموح به وما زاد عن السبعة في المية اللي هو من الاثنين في المية البقائين ده غير مسموح به او غير طبيعي الاثنين في المية دي غير عند الفحص بيلاقي فيه يبقى ده عند الفحص بيلاقي جود برودكشن انتاج جيد وبيلاقي ديفيكتد برودكشن انتاج معيب الانتاج الجايد ده جود برودكشن ده ما فيش في مشكلة المشكلة عندي في الديفكت برودكشن بنبدأ نقسمها الى وست فاقد سبوليج تالف ريوورك عادي التشغيل سكريب اخر ده شرنكاج انكماش وكل مثلا الفاقد قد يكون الوست نورمال وست ابنورمال وست ده لو هي فاقد طبيعي فاقد طبيعي ابنورمال وست يبقى فاقد غير طبيعي نفس الفكرة عند سبوليج يبقى يقسم الى نورمال سبوليج اللى هو تالف طبيعي ابنورمال سبوليج تالف غير طبيعي نفس الفكرة عند الريوورك نورمال ريوورك اللى هو اعادة تشغيل طبيعي عادة تشغيل طبيعي وابنورمال ريوورك عادة تشغيل غير طبيعي شكرا